دشن وكل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهم باضاوي البرنامج التدريبي للكوادر الشبابية الذي يستهدف 25 شخصا من كوادر السلطة المحلية وما كاتبها التنفيذية بالمحافظة وفي افتتاح الورش أشاد الوكل باضاوي بمتابعة إدارة البحث والتدمية الإدارية والتدريب بدورها استعرضت مدير المشروع مارين الجوهي لضح حامة عن البرنامج التدريبي وأهدافه لتنمية قدرات الكوادر الشبابية لتحسين أدائهم الذي يخدم المواطنين في ظل تطور التكنولوجي والخدم الجاري